اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع حلقة جديدة من حلقات سلسلة القصص النبوي وهذه القصة هي القصة العاشرة ونتناول فيها ان شاء الله تعالى قصة فضل انذار المعسر ننطلق في قصتنا هذه من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واخترنا لفظ البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل اتاه ملك الموت ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير فقال ما اعلم فقيل له انظر فقال والله ما اعلم اني عملت من خير الا انني كنت ابايع الناس فاجازيهم فانظر الموسر واتجاوز عن المعشر هذا الحديث كما ذكرنا رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى وسنرى ان شاء الله تعالى الفاظا اخرى للحديث يرويها لنا الامام المسلم وغيره قلت في هذه القصة سنرى فضل انذار المعشر اما المعشر فهو الذي عليه الدين لم يستطع الاداء والدين ويسمى القرض ايضا القرض في اللغة مشتق من القطع قرض يقرض قرضا اي قطع يقطع قطع ويشبئه في اللفظ القراض القراض معاملة التي عرفت عند الفقهاء الاخرين بالمضاربة والمالكية والحنفية اشتهر عندهم تسميتها بالقراض وهي المضاربة ان يأتي الانسان بقصة من المال بقطعة من المال هنا اخذت التسمي قطعا من المال والاخر يعمل بجهده ببدنه ويتفقان على نسبة معينة يقتسيمانها من الربح هذا القراض اما القرض فهو ما يعرف عندنا بالسلف او ما يعرف بالدين والدين الصواب انه مكروه الا لحاجة فلن ينبغي للمسلم ان يتوسع فيه انسان يريد ان يعمل مشاريع فيقترض فيكره له ذلك انما يقترض المحتاج الى ذلك ولماذا شرع الله القرض ليسد باب الحرام اولا وهو اخذ اموال الناس بالباطل والشيء المحرم الثاني الذي يريد ان يسده الله تعالى من وراء القرض هو المسألة لان لا يسأل الانسان غيره شيئا بمعنى ان الانسان لو خير بين الدين والمسألة فيستحب له وهنا يجب عليه ان يقترض ولا يسأل الناس شيئا اللهم اذا لم يجد من يقرضه فعندئذ تحل له المسألة لانه من اهلها ذو حاجة فنعود فنقول الدين هذا مكروه الا لحاجة من لم يجد سبيلا فعليه ان يستدين وان يقترض ولا يسأل ولماذا قلنا انه مكروه الا لحاجة لكثرة ما ورد فيه من احاديث تبين ذلك يكفينا في هذا ان نفس الشهيد وما ادراكم ما الشهيد هذا الذي اضحت مكانته عند الله معلومة والذي حشر ذكره وجعل ذكره وقرن ذكره مع النبيين والصديقين والشهداء فالشهيد مرتبته لا ينكرها احد ولا يجهلها احد ولكن هذا الشهيد نفسه تكون معلقة حتى يقضى عنه دينه قد يقول قائل وان لم يقضى عنه الدين فنقول ان الله عز وجل بكرمه ومنه يوفق صاحب المال لان يعفو عنه يوم القيامة لماذا شدد هذا لماذا الشهادة لا تغفر الدين لماذا لا تزيلها الجواب سبق ان رأينا مثله في حصص سابقة ان الدين من حقوق العباد ولا بد لكي يتحلل الانسان من حق العباد ان يتحلل من صاحب المال يعني كي يعفى عنه ما يتعلق بحقوق العباد لا بد ان يتحلل من صاحب الحق فاذا عفى عنه صاحب الدين يوم القيامة عندئذ تتحرر نفسه ولا تبقى معلقة اذا هذا هو السبب ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في اول الامر على من مات وعليه دين وهذا يدل على ترهيب من الدين الانسان عندما يقرأ مثل هذه الاحاديث يعزم عزما لا رجدها فيه ان لا يستدين من احد وهذا الحديث رواه لنا الامام البخاري ومسلم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم يوما او اتي بجنازة ليصلي عليها فسأل هل عليه من دين فقالوا نعم ثلاثة دنانير فقال عليه الصلاة والسلام حينئذ صلوا على صاحبكم وهذا فيه ترهيب شديد يعني الناس اذا سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدات والنعمة المسدات لا يصلي على من عليه دين فاندئذ يكف الناس عن التساهل في هذا الباب يبقى صاحب الحاجة فسيوفق الله تعالى يوفقه الى قضائه او يوفق صاحب الدين للعفو عنها اما الانسان الدين هاك من غير حاجة فانظروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشدد في الامر فلا يصلي على صاحب الدين ومن هنا كان من باب اولى ان لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به اصحاب الفضل اصحاب الجاه في المجتمع الاسلامي كالعلماء والدعاة ان لا يصلوا على اصحاب الكبائر الظاهرة كتارك الصلاة وكقاتل النفس وقاتل نفسه وغير ذلك فلا يصل على هؤلاء لماذا زجرا لهم حتى يتعلم الناس خطورة هذا الفعل الذي اقترفوه فنعود فنقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في بادئ الامر في بادئ الامر لا يصلي على من عليه دين لكن جاء في سنن يعبي داود عن جابر بن عبدالله وغيره ان ذلك كان في اول الامر فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتي بجنازة وقيل له عليه دين لا يصلي عليه حتى اذا فتح الله له ونحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله له او عليه بعد ذلك بان لما فتح خيبر ووادي القرى وتيماء وغيرها من المواطن التي كانت بعد خيبر جعل الله تعالى له رزقها فصار يقضي على الميت اذا مات وعليه دين قال جابر بن عبدالله في الحديث قال ثم بعد ذلك فتح الله عليه فكان اذا سأل عن انسان هل له دين ماذا يقول من ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته من ترك دينا فعلي قضاؤه ويلحق به بيت مال المسلمين يعني انسان مات وعليه دين ما عنده حتى وهذا يقضي عنه عندئذ بيت المال المسلمين هو الذي يقضي عنه الدين حتى لا تبقى نفسه معلقا هذا من علم منه انه يقضي يقضي الدين ويريد الوفاء اما ذاك الذي يحتال على الناس حتى يأخذ اموالهم فذاك لا يقضى عنه دين ولا كرامة فنعود فنقول انه يظهر لنا خطورة الدين انسان يستدين ويقترض من هذين الامرين ان نفس الشهيد اذا كان عليه الدين تبقى معلقة زد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على صاحب الدين في بادئ الامر مما يدل ايضا على خطورة الدين والتساهل فيه انه يدعو الى معاصي كثيرا انظروا الى الحديث الذي روال بخارة عن عائشة رضي الله تعالى انها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا واعوذ بك من فتنة الممات واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من المأثم والمغرم المأثم وكل ما يقودك الى اثم مكان او زمان او شخص اني تستعيد بله من المأثم كل حاجة الدين الاثم والمغرم هو الدين لماذا سمي المغرم دينا لان صاحبه يبقى غريما لك لذلك انسان لي سألك نسميه غريم ولماذا سمي غريما لانه يلازمك يبقى ديما يجري ورائك يركض خلفك يطلب حقه والكلمة الغرام تدل على الملازمة ان عذابها عن جهنم ان عذابها كان غراما اي لازما اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم تقول عائشة فقال له رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما اكثر ما سمعتك تستعيد بالله من المأثم والمغرم فقال عليه الصلاة والسلام عندئذن ان الانسان اذا عرم انه اذا كان عليه دين حدث فكذب ووعد فاخلف وفعلا حدث فكذب بمعنى يكون عليك دين يجيك صاحب الدين اين حقي لماذا لم تؤدي الي حقي فعندئذن تصبح تكذب دون ان تشعر حياء تقول والله كان عليك كذا وكان عليك كذا فتختلق الكذب ووعد فاخلف تقول غدوان جيبهم لك او بعد اسبوع او بعد شهر فاذا بك تخلف الوعد انظروا شيء لهذا الدين هذا في ظاهر الامر انه مباح مباح او انه مباح للحاجة لكنه يقودك الى ان تكذب اذا حدثت وان تخلف اذا وعدت اذا هذه المظاهر او هذه الامور هي التي جعلت العلماء او بعض العلماء يحكمون على الدين بانه مكروه الا لحاجة اما الذي يستدين الدين هو يطلب الدين لكن يريد ان يحتال فهذا شأنه شأن اخر فهذا سارق وخائن لا حديث لنا معه انما نتحدث عن الانسان الذي يستدين يريد الاداء فننظر ان كان بغير حاجة يريد ان يتوسع لا وكروه في حقه اما صاحب الحاجة فله ان يستدين ولا يسأل الناس شيئا هذا في حق من في حق المدين اما الدائن الانسان اللي هو الذي يقرد فلا شك ان القرض في حقه قربة من اعظم القربات لانه سينفس عن مؤمن كربة فالقرض قرض الناس ان تدينهم مالا ان تسلفهم مالا فهذا من القربات يكفي في بيان ذلك ما رفعه الحاكم بسند صحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض صدق كل قرض صدق الانسان اذا سلف انسان اخر مبلغ من المال ولو من الدينار قرضته اياه فعندئذ هي صدق ان تتعامل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة اذا كل قرض صدق ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد المقرض وعد المقرض بان يضاعف له الاجر بحسب المد التي اقرضوا فيها انظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم مر قال من اقرض مؤمنا كان له بكل يوم صدق يقول ابو ريد ثم سمعته يقول من اقرض مؤمنا كان له بكل يوم مثليه كان له بكل يوم مثله صدق فاحدث احدث تعارض مثله لم مثله مثله يعني انسان كي سلف واحد عنده مثل ما له صدق لم مثله فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال غيرهم وان سقطوا فهناك من يحملهم بخلاف ما لونتشر الربع يعني تقرض بزيادة فعندئذ يضيق على الناس امورهم وتشتد مشاكل مشكلاتهم وتنسد ابواب الامل في وجوههم اذا هذا في حق المقرد هو قرب وفي حق المقترد هو مكروه الا لحاجة يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجول اتاه ملك الموت يقبض روحه فقال فقيل له هل عملت من خير يعني كان اعمال حسن عملتها فقال ما اعلم وهذا يدل على ان هذا الرجل كان غارقا في المعاصي حتى انه لم يتذكر حسنة واحدة فعلها فقيل له انظر فقال والله ما اعلم من شيء كنت اعماله الا اني كنت ابايع الناس معنى ابايع الناس اي اعملهم مو بالضرر يكون بيع الشراء حتى الاجارة بيع السلم بيع فالوداء هذه كلها تبايع كنت اعامل الناس الدين بيع قالوا كنت ابايع الناس واجازيهم فانظر الموسر الانسان اللي عنده ولو كان عنده مال انظره اجعل له مدة اخرى قال بلغ شهر بينتنا وبين اعطيك موعد شهر فاذا حل الشهر وانت لديك مال مع ذلك انظره قلوك ما عليش نزيد لك شهر اخر كنت انظر الموسر والموسر هو الذي له مال يعني قادر ان يسدد ما عليه من دين ولكن مع ذلك ينظره يزيد له في المهل انظار الموسر قال كنت انظر الموسر واتجاوز عن المعسر المعسر والذي ليس له ما يقضي به الدين هذا اتجاوز عن اني قال خلاص في رواية اقطع صحيفته فهنا فمات فلقي الله عز وجل فتجاوز عن فلقي الله عز وجل فتجاوز عن هذا الحديث وبما الان اتينا على شرحه فنقف الان مع بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم واول فوائد هذا الحديث بيان ساعة رحمة الله تبارك وتعالى وكنا قد تحدثنا عن هذه الصفة العظيم الصفة الرحمة صفة ارحم الراحمين واكرم الاكرمين في قصص سابقة وتظهر لنا ساعة رحمة الله في هذه القصة ان هذا الانسان لم يعمل خيرا قط حتى هو لم يتذكر لم يتذكر حسنة عملها حتى قيل له انظر فتذكر هذا يدل على ان هذا الانسان مسرف على نفسه ومع ذلك نراه قد تجاوز الله تبارك وتعالى عنه لعمل يدخل الصرور على العباد وينجيهم من الكرب الذي يقعون فيه في حياتهم اذا فالله سبحانه وتعالى واسع واسع الرحمة واسع المغفرة في صحيح مسلم انه لما قبض جاء تقبض روح هذا العبد قال والله ما كنت اعمل من شيء الا اني اقول لعاملي اذا ارسلته قال انظر الموسر وتجاوز عن المعسر لعل الله يتجاوز عنه شو الكلام ما ابلغه انظر الموسر الانسان اللي عنده اخر ما فيش مشكل وتجاوز عن المعسر الذي ليس له مال تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه اذا هو عاص في امور كثيرة لكن هنا في هذا الباب يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بالعمل وفي رواية اخرى ان الله تعالى قال للملائكة لما قبضت روحه قال انا احق بذلك منه اتجاوز عنه فادخلوه الجنة ففرج الله سبحانه وتعالى وغفر لهذا الرجل جميع ذنوبه وادخله الجنة لعمل عظيم مثل هذا فيدل على ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن ان يعمل ويرجو رحمة الله ولا يستاهن وليس له ان يستاهين بالاعمال التي تبدو له حقيرة وتبدو له صغيرة كما قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر اي هذه النار التي تراها الان عظيمة جدا حتى اخذت الديار واهلكت واحرقت الاشجار وغير ذلك من الثمار كان مبدأها شرارة صغيرة كذلك لا تحقرن من المعروف صغيرة ان البعوضة تدمي مقلة الاسد زد ان الجبال من الحصى الجبل هذا العظيم هو في الحقيقة مكون من حصى كذلك الاعمال التي انت تراها حقيرة او صغيرة فان مجموعها قد يصل بالعبد الى ان يكون عمله مثل الجبل هذا عمل مثل هذا العمل وهو انضار الموسر والتجاوز عن الموسر لا شك انه عمل جليل وعظيم وقد تعبذ الله تعالى بصفة الرحمة والتوسع للناس فجزاه الله سبحانه وتعالى من جنس ما عامل به غيره اذا هنا نذكر دائما بأهم صفات الله سبحانه وهي الرحمة سعة رحمة اعمل ولن ولن تتخيل ولا يمكنك ان تتخيل الاجر الذي يترتب على ذلك العمل انظروا الى الحديث الذي رأى الموسلم عن ابي هريرة ان الله طيب لا يقبل الا طيبة وان احدكم اذا تصدق بصدقة ولو تمر فان الله يقبضها بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل اذا هذه الاعمال الجليلة لا يحتقرها المسلم كذلك من فوائد هذا الحديث فضل انظار الموسر وهو الشاهد من هذه القصة انظار الموسر والتجاوز عن الموسر فليستبشر الانسان الذي يدين الناس نعنو نعلم على يقين انه ليس من السهل ان تدعى مالك عند شخص مدة معينة لكن هذا هو العمل مع الله انت الان تتعامل مع الله تخيل تذكر انك تتعامل مع الله لا تتعامل مع العبد فالعبد هذا وسيلة من وسائل الخير نحن نعلم ان هذا الامر يحتاج صبر وجلد لكن تذكر انك تعامل ربك سبحانه وتعالى ما هو الشيء الذي يحبلك على ان تنظر الموسر وتتجاوز عن المعشر من ذلك من ذلك ان تتتذكر ان المنظر الذي ينظر الموسر ويتجاوز عن المعشر هذا يدخل مع أولئكم الذين يناديهم رب العزة سبحانه يوم القيامة ليدخلوا تحت ظل عرشه ففي سنن التلمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا او تجاوز عنه اظله الله يوم القيامة تحت ظل العرشه يعني رب سبحانه يناديه في ذلك اليوم في ذلك الكرب فيدخل مع أولئكم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظلة الا ظله زد ان الله يجازيه من جنس عماله في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يعني هي كرب الدنيا كلها لو اجتابعت لا تساوي كربة واحدة من كرب يوم القيامة فتتصور من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم أو على معشر من يسر على معشر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سترى مسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة زد ان الذي ينظر المعشر فليستبشر بهذا بهذا الحديث ان الله يتجاوز عن كثير من خطيئاته لماذا لأنه تعبد الله بصفة من صفاته وهي العفو والإنظار والتوسيع على الخلق فإن الله عز وجل وجازيه من جنس عمل وهذه قاعدة مضطاردة في الشريعة من نفس عن مؤمن نفس الله عنه من فرج عن مؤمن فرج الله عنه من أقال نادي من أقال الله عثراته مثلا أنت الآن يجيك واحد يشري أحيانا عليك حاجة يشتري منك غرضا ثم بعد ذلك يعود إليك يقولك والله لقد استعجلت أترد لي مالي وأرد لك المتاع ذكر هذه الحادث من أقال نادي من جاء نادي أقال الله عثراته يوم القيامة فالإنسان يعامل الناس بالإسلام عامل الناس وأنت تتذكر أنك تعامل الله في الحقيقة وإلا لو أبصرت فقط إلى أنك تعامل الناس فعندئذ لن تجد شيئا يقويك ويثبتك على هذا الخلق العظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يوسع علينا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا قلوبنا واستر عيوبنا واكشف قروبنا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله مبارك الله في القناة